من اكتر مؤكنات بحبها هي القطشمة التركية النهاردة هوريها لكم بحشوة الجبنة هشة جدا وطرية وحاجة كده وهمية اول حاجة هنحط كوباية مية دافية كوباية لبن دافي ونص كوباية زيت الكوباية اللي عندي 150 ملي بعد كده هنحط بياض بيضة ونشيل الصفار اللي بعدين هنحط عليهم معلقتين صغيرين خميرة ومعلقة ونص كبار سكر ونقلبهم بعد كده هنغطيهم لمدة خمس او عشر دقايب عشان الخميرة تفور بعد ما الخميرة فارد هنحط جزء من الدقيق ومعلقة ملح صغيرة كمية الدقيق حوالي من اربع لخمس كوبايات على حسب نوع دقيق اللي عندكم انا احتكت بالضبط 550 جرام احب اوزن بالجرام اكتر من الكوبايات علشان بحس المقادير بتطلع مزبوطة اكتر مهم جدا نضيف الدقيق بالتدريق علشان مش عايزين العجينة تطلع جملة او نشفة يعني او فيها كمية دقيق زيادة عن اللزوم عايزينها تطلع طرية فهنفضل نضيف بالتدريق لغاية ما تحسوا ان العجينة كده بقت كويسة يعني هتلاقيوا العجينة شبه ملساة يعني ممكن تضيفهم علقة زيت علشان تعرفوا تلموها بس ما نصحكمش انكم تزودوا دقيق هنعملها كورة ونغطيها ونسيبها تخمر ساعة على الاقل طبعا المآدير كلها هتلاقوها في صندوق الوصف هنحط تقريبا معلقة زيت ونوزعها كده علشان العجينة ما تلزقش ممكن تستخدموا دقيق بس فالافضل انكم في الوصفة دي تستخدموا زيت مشان العجينة ما تنشفش وهنقسمها انا قسمتها لخمستاشر كدعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنعملها كور صغيرة بعد كده هنحط على كل كورة معلقة زبدة صغيرة لازم الزبدة تبقى طرية يعني نطلعها من التلاجة بمدة طويلة بعد كده هنغطيها ونسابها تقريبا نص ساعة تاني هنفردها كده زي ما انتم شايفين ونوزع الزبدة عليها ونحاول نرفعها خالص يعني هنحط معلقة من الحشوة انا استخدمت الجبنة بيضة وبعد كده هنلفها كده رول وهنحطها في صنية طبعا انتم ممكن تحشوها اي حاجة انتم حبينها وممكن تزوده او تقلله الحشوة زي ما انتم حبيين. انا ما بحبش الحشوة كتير قوي. كل ما الزبدة قعدت اكتر هتلاقوها بتتفرد معاكم بسهولة اكتر. وبعد كده لما نخلص الكمية كلها نغطيها. استنوا عليها يعني كم دقيقة كده. وبعد كده هنبتدي نشكلها. هناخد الرول كده. ونشده من الناحيتين. ونلفه على بعض. ونحطها بقى في الصينية اللي هنغبس فيها. كل ما الزبدة قعدت اكتر او كل ما ريحتوها اكتر. هتلاقوها بتتشد معاكم بسهولة اكتر. بعد كده هنغطيها لمدة نص ساعة او اقل على حسب وقتكم. بعد كده هندهن الوش بصفار بيضة. عليه معلقة صغيرة نسكة فيه. وعلي معلقة كبيرة لبن. انا بحط النسكة فيه علشان ريحة البيض. لو مش حابين طبعا ممكن متحطوش. هنرش عليها سمسم وحبة البركة. ده اختياري. وهتدخل الفرن على تقريبا مية وتمانين مية وتسعين. لغاية ما تبقى لونها دهبي. بعد ما هتطلع من الفرن هنغطيها بفوطة لمدة عشر دقيق تقريبا عشان تفضل طريقة. احلى حاجة مع كوب بيت شاي طبعا. اقربوها. وهمية بجد.